بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نتحدث عن صفة من الصفات التي افتقدها البعض في زماننا هذا وهي جبر الخواطر قال سفيان الثوري أفضل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هي جبر الخواطر جبر الخواطر يا جماعة من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى جبر الخواطر بنقول صفة يجب أن يحرص عليها كل مسلم ويعلم أنها من صفات الله سبحانه وتعالى من أسماء الله سبحانه وتعالى الجبار الجبار الذي يجبر القلوب ويطمئنها ويكرمها ويمدها بالثقة واليقين والطمأنين الجبار وأن الرسول كان يدعو بجبر النفس فإذا جماعة خلق وصفة وسمة يجب أن يتسم بها الإنسان المسلم لأنها فيها راحة للقلب وراحة للنفس وجبر للفقر والمرض والصحة والفشل ولذلك سمي الله سبحانه وتعالى بالجبار فهو يفعل كل ذلك هو الذي يجبر الإنسان والقلب بالمعنى الشامل الذي يروح النفس فالله سبحانه وتعالى يجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل والخوف والحزن بالأمن ولتمئنان فهو جبار متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق لذلك الجبار صيغة مبلغة تتناسب مع كل هذه الصفات بما يحملها هذا الاسم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على الدعاء بجبر الخاطر فكان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني نحفظ الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وارزقني ويوم القيامة يقول نبي الله عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الرسول يقول لم يقل مثل ما قال عيسى وإنما قال رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك هذا رد من الله رسول حريص على أمته ومحب لأمته ويبكي من أجل أمته ورب العز يقول له يا محمد لا تبكي سنرضيك في أمتك وعدم من الله نتحدث مواقف جبر الخواتر كثيرة جماعة واليوم لدينا موقف وهناك فيديو آخر سنقدم فيه موقف آخر وهي حكاية من الواقع إن كانت مؤلمة أو محزنة ولكن سنقدمها للبعض الموقف الشيخ الشعراوي هو رجل محبوب من كل الناس وهو مصدر ثقة وعلم للجميع رحمه الله من أشهر دكاترة البطنة دكتور اسمه حسام موافي الأشهر الدكاترة في مصر والوطن العربي في مرة من المرات يقول الشيخ يقول الدكتور آسف اتصل عليه الشيخ الشعراوي رحمه الله لكي يحجز عنده ويذهب له إلى أياداته للكشف فرد دكتور حسام وقال له لا والله يا مولانا أنا اللي هجي لك لحد بيتك وبالفعل راح للشيخ وتم الكشف على الشيخ واطمعن على صحتك وبعد الكشف سأله الدكتور يا مولانا ما أفضل عبادة أعملها تقربني من ربنا سبحانه وتعالى خصوصا وأنا رجل بلغت يعني من السن أرزله و قبر سني وأريد أن أتقرب إلى الله فقال له الشيخ الشعراوي خمن أنت يا دكتور إيه أفضل عبادة فرد الشيخ قائلا الصلاة قال لا قال طيب يا شيخ الصيام قال الشيخ الشعراوي لا قال له العمرة قال له الشيخ لا ثم تابع الشيخ فقال له يا سيدنا لم يعد لدي إجابات أكثر من ذلك فقال له الشيخ أفضل عبادة يا أخي هي جبر الخاطر جبر الخاطر فاستعجب الدكتور حسام وقال له إزاي ده يا مولانا طب إيه دليلك على الكلام ده يا مولانا طبعا الدكتور كان مستغرب قوي من رد الشيخ الشعراوي ولكن الشيخ الشعراوي لا يقول شيئا إلا وعليه وله عنده دليل دامر فقال له من ألعن من الذي يكذب بالدين يعني ألعن شخص يقول مفيش ربنا ولا فلسول ولا ولا عزو بالله فرد الدكتور فعلا يا مولانا مفيش ألعن ولا أصعب من كده إنه الإنسان يكذب بالدين وينكر الدين وينكر الإله وكلام ده رد الشيخ الشعراوي قائلا طيب ربنا بيقول أرأيت الذي يكذب بالدين يبقى إذن اللي بيكذب بالدين بيعمل إيه أي سيري بقى فذلك الذي يدعو اليتيم بيكسر خاطر اليتيم ولا يحضوا على طعام المسكين ويطرد المسكين ولا يأكلهم ولا يشربهم ولا يجبر خاطرهم تالت حاجة بقى ده دليل الشيخ الشعراوي فويل للمصلين يبقى قدم الله سبحانه وتعالى اليتيم جبر خاطر اليتيم جبر خاطر المسكين ثم قال ثالثا فويل دليل المصلين إذن يا أخي ثالث حاجة قالها الله سبحانه وتعالى في أزل الصورة الصلاة يبقى أول شيئين ذكرهم الله في بداية الصورة وهما جبر الخاطر اليتيم وجبر الخاطر للمسكين والثالث حاجة اللي هو الصلاة يبقى أحلى جماعة لابد أن نراعي جبر الخاطر وفعلا الشيخ حسام بما أن طبعا الشيخ الشعراوي أقنعه وجاء له بدليل من القرآن الكريم فذهب الدكتور وفي ذاكرته ما قاله له الشيخ مشه في دماغه وكانت يوم يوم أجازة دكتور حسام وطبعا بدأ الدكتور كان متعود يوم أجازته ينزل يشتري حاجات البيت اللي هو هيستخدمها طول الأسبوع طبعا طعمه وشربه وفراخه وأكله ولحمته وكده وخضاره وبعدين وهو مروح افتكر مكالمة تليفون جيت له من جاره بيقول له جبر خاطر يا دكتور ابقى عدي على حماتي رأد عندك في المستشفى مريضة اطمن عليها وطمننا بالله عليك وفعلا افتكر الدكتور حسام بقول أنا افتكرت نصيحة الشيخ الشعراوي لما قال لي اجبر اجبر خاطرا وفعلا جاره أولى الناس بيجبره الخاطر فبيقول طبعا فحس ان هذه الرسالة من الشيخ في هذا التوقيت مبعوت له فعلا وهو بيقول بالفعل فعلا قررت توجهت وقررت ان اذهب الى المستشفى علشان اجبر خاطر جاري ورحت لحماته في المستشفى وزورتها وفجأة وانا موجود داخل المستشفى جالي وجع شديد في صدري وانا في المستشفى وفعلا دخلت وجلت جلطة في الشريان التاجي وهذه الجلطة اذا لم تسعف سريعا فممكن صاحبها يموت في الفور وفعلا نجاني الله سبحانه وتعالى عندما ذهبت لجبر خاطر جاري ونجاني الله سبحانه وتعالى من هذه الجلطة في الشريان التاجي فسبحان الله وكأن ربنا بيقول لي جبرت بخاطر جارك وخدت بالنصيحة جبرت انا بخطرك وانقصت حياتك ربنا يبرك فيكم يا جماعة فيجب ان نحرص هذه الصفة وان شاء الله في فيديو اخر سنواصل في بعض مواقف لجبر الخاطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر